السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد ازايكم يا بناتي يا رب تكونوا كتروا في افضل حال النهاردة ان شاء الله جايلكو فيديو جديد وصفة جديدة وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة وبردو زي العادة من قلب ومطبخنا مش هنكلفكم حاجة من بره ولا حاجة وفي نفس الوقت ما شاء الله هتنزل معاك الدهون بطريقة كويس يعني هتنزل معاك كتل من الدهون سوى في البطن سوى في الارضاف او الجوانب ده ان شاء الله هتنزل معاك دهون ووزن كمان لو احنا التزمن على الكوبية او الوصفتين اللي احنا هنعملهم النهاردة مع بعض دولات لان الاتنين دولات هكرملوا بعدا معاك مش عايز اقولك بقى هينزل معاك الوزن اربعين كب 170 اربعين كيلو بزرط وتحج داكي لو انت مشيت على الوصفة وعلى الكلام اللي انا بقلهه لك دوت هتحج داكي ان وزنك هينزل Aربعين كيلو تمام? تعالوا بقى كده تابعوا معي الوصفة لان اهم من الوصفة ان انت تتابع معي الخطوات. حدش يقدم الفيديو يا جماعة علشان تتابع معي الوصفة مضبوطة وتاخدها بترأسها. تمام? يلا بنا احطيوا لايك حلو كده للفيديو. لسه بشوف قناتي يعمل اشتراك للقناة. فعلوا الجرس ان شاء الله عشان يمسلكوا كل جديد. شيروا الوصفة علشان ناس كتير تستفيد من وصفتنا النهاردة. تمام? يلا يا بنات نشوف الوصفة بتاعتنا عبارة عن ايه? ما ابدأ انا كده يا بنات انا هعمل معاك اول كبان. وزي ما وعدتكو. قلتلكم انتو مش هتشترح حاجة من بره. كل مكوناتنا موجودة في قلب مطبخنا. تمام? اول مكون معي اللي احنا هنستخدمه النهاردة في الوصفة. اللي هو بصوا بقى معي الشاي. ده جماعة الشاي عادي خالص من اللي احنا بنستخدمه في باتنا. تمام? اي حد ممكن يوضع. مش حابة تاخد الشاي لاصمر دوها تخد الشاي اخدر. لان الوصفة دي اما هنستخدمها بالشاي الاخدر او الشاي لاصمر. لان الاتنين هيدون نفس النتيجة. تمام كده? شوفوا بقى انت بتحب كوبات الشاي بتاعتك قيلة خفيفة على حسب ما انت بتشربها. تمام? انا عملت نص معلقة بس كفاية كده على الكوبات بتاعتي. انا هحط كمان شوية كده. علشان انا بحبها يعني ايه? تكون معقولة شوية. ما يكونش خايفة او ولا تقيلة او. انا كده معايا الشاي بتاعي يبقى مزبوط. تمام? ده كده يا جماعة اكيني كنتي بتعمل الكوبات شي عادي لنفسك. تمام? يعني مش هنقول بقى ده دي وصفة ولازم يكون الشاي بمقدار قدي كده ولا? لا. ولا اي حاجة من الكلام ده خارص. انت حسب رغبتك انت بتحب الشاي تقيل? كطرية. بتحب خفيف? طبع راح تكنت. المهم عندي ان انا هحط مكون بس واحد هو اللي يخلي كوباية الشاي ديت ده هتنازل معايا الوزن بترقى كويسة كده. تمام? معايا بقى الميا المغلية اهيت. بالترقى دي كده. تعالوا بقى اشوف احنا نحط على الكوبات تاعتني ايه? ده يعتبر قهوة. ده شاي عادي. كوباية شاي كوشار كده عادي. خالص. انا لسه الغد دلوقت ما حطتش اي حاجة. تمام? لا حطت سكر ولا حطت اي حاجة. يارات يارات الوصفة دي ما نستخدمش فيها اي سكرية خالص. لو انت مش حابة ان انت تشرب ياها كده ممكن سكر ديت بسيط خالص نحلجه الكوبات دي. تعالوا بقى نشوف المجوم بتاع اللي انا هحطه النهاردة على الوصفة بتاعتي. شايفين? دي ايه بقى? ده ورق غار. شايفين يا جماعة? ده ورق الغار او ورق اللورة زي ما بنقول. ده موجود في المطبخ بتاعنا. يعني احنا مش هنشتري حاجة مبارا. انا بحط على كوباية الشاي كده ورقة او ورقتان بكسترهم بالشكل اللي انتم شايفينه دهوت. ده كده هون. وبقى اللجون كويس جدا. اهم حاجة بقى لكم. بحصلهم طبعا قبل ما بحطهم في كوباية الشاي. بنكون غسلينهم يعني كويس جدا هون من الشفاء. بقوا محطوهم في كوباية الشاي. بالشكل ده كده. هعمل ايه بقى تعني? هقوم مغطية. زي ما تعودنا طبعا مع بعض. اي عشبة انا بحط على كوباية شاي لازم بغطيه. لا علشان الزيوات الطيارة ما تتبخرش لان البخار ده لازم انا عايز استفاد منه. لان الخلاصة كلتها بتبقى في الزيوات البخار. ايه? اه? اللي بتتبخر دي. طبعا يا جماعة انتم عارفين ان ورق الغار ده باسم الله ما شاء الله. عايزك تعملوا سرش كده وتخش على جوجل وتشوف فوائد ورق الغار. في التخسيس وفي الشعر وفي الحاجة ده كلتها. ما شاء الله هتلاقى فوائد رهيبة جدا اكتر ما انتم ما بتخيلها. تمام? يبقى انا كده عملت النهاردة الوصف بتاعتي علشان اخص ونزل منطقة فكرش والجوانب والارضاء. طيب الوصفة دي بعد ما خلصتها. هيعدي كده علينا عشر دقايق وانا مغطيها بالشكل ده كده لغاية ما تبرد شوية معاني. يعني مش اخدها برده قوي قوي يعني. لا انا عايزها بس الدافية كده. تمام? علشان اقدر اخدها. عايز اقول لك على حاجة بنات. انت لو انت عاودت نفسك ان انت تقللي كل مرة من السكريات يعني انت عاود نفسك كده ان انت تشرب الشاي بتاعك من غير سكر. صدق اني والله العظيم. هيبقى طعمه جميل جدا. احسن ما انت بتشربه مسكر. واحدة واحدة هتاخد على ان انت الشاي بتشربيه دلع. بعد كده هتكره انت الشاي المسكر. يعني لو انت تعاودت كده مرة واثنين وثلاثة وحبات ايه? حتى بصلك بقى هقول لك. جرب اول مرة حط نص معلقة. لو انت بتشرب الشاي بسكر بكميات كبيرة. حاول ان انت تحط اول مرة ونص معلقة. بعد كده حاول انت تحط ربع معلقة. بعد كده هتبص تلاقي نفسك حابة ان انت تشربه من غير سكريات خالص. وده احسن حاجة لك. لان السكر يا جماعة مش كويس. اه السكر خدوا بالكم. ده يعتبر اه سموم. ومضر اصل للجسم. فانا مش عايزة انا عايزة اخفف عن نفسي كده بس شوية بشوية اجيبها بالتدريج. اعمل ايه? زي ما قلتلكو كده. طيب دلوقتي انا عايزة اشرب الكوبايات الشاي وانا متعودة طبعا ان انا مشربهاش الا بالسكر. فاعمل ايه? عند سكر ضايت بجيبه. عند ببقى كيس كده او بكتات بكاوي بجيبها. بحط كيس يعني على اساس السكر ضايت بيبقى كويس يعني ما بيخليش بقى يعني ايه? الجسم بتاعنا فيه سكريات والحاجات توكلاتة. لان السكريات طبعا هي اللي بتخلي الجسم بتاعنا يشيل. اما السكر ضايت ده ببقى عديم السعرات الحارية. تمام? ببقاش فيه سعرات الحارية تمام. طيب كده انا خلصت اول كوباية عشان بس ما نطولش عليكم. طيب هناخدها امتى? هناخدها بس مرة واحدة في اليوم. هناخدها امتى بقى? قبل الغداء بنص ساعة. تمام? ده الكوباية الاولانية هاخدها قبل الغداء بنص ساعة. قالوا بقى نشوف الكوباية التانية اللي انا هاخدها على الريد. ده بقى جماعة هحضر معكم الكوباية التانية. الكوباية التانية ده انا هاخدها بقى ايه? يعني مش هاخدها الى قبل ولا بعد ولا الكلام ده كلاته. طبعا انت تعرفوا معي. تابعوا معي الفيديو علشان تعرفوا الطرقة صح. تمام? لسه محطش لايك معي يبطي لايك ويبدأ معي ونشوف الوصفة بتاعتي. وصفتنا النهاردة عبارة عن ايه? عن كمون. زي ما انتم شايفين كده. برضو من قلب مطبخنا. زي ما قلت لكم. ينفع في الوصفة دي كمون خشن وكمون النعم. ايه المتوفر عندك? اعمليه. تمام? ده كده معي معلقة. معي كمون معلقة. كمون خشن. بنزل عليهم برضو بالمية المغلية. لان الاعشاب يا جماعة ما بتتغلاش. معظم الوصفات ما بنغليش فيها الاعشاب. تمام? علشان لو ده غلط ايه الفايدة بتاعتها بدروها. ده كده الكمون. لما انا حطط على المية المغلية بدأ اللون بتاعه يصفر. زي ما انت شايفين بالشكل ده كده. هسيبه برضو كده حوالي عشر دقايق لغاية ما يدفع واللون بتاعي يبقى ايه اصفر خالص. تمام? يعني ينزل كل الفايدة اللي فيه. والكمون ده يا جماعة ده برضو يعتبر عشبة من دين الاعشاب. انا بغطي. ليه? علشان برضو فهزيود طيارة. ما تتبخرش. بعد ما تبرد وتقعد معي حوالي عشر دقايق بني جي نعمل ايه? هقول لكم. معي اللمونة. اللي انت شايفينه ده وقت. تمام? انا كده باخد منه نص لمونة. مش محتاج اللمونة كلتة. لو انت حابة ايه وتقدر اتاخد اللمونة كلتة مفيش مانع. مش حابة علشان ما اعيدكم خدوا نص لمونة بس كفية قابل. تعالوا بقى كده بعد ما عادها العشر دقايق ونشيل الغطا بتاع الكوباة بتاعتنا. بنعمل ايه? بقوم جايبا. نص لمونة وبقوم عصرها على الكوباة بتاعتها دي. هقول لكم برضو بتتاخد امتى? على اساس ان هي تجيب معاك يعني النتيجة كويسة. بالشكل ده كده. تمام? هقل بقى كويس كده. بعد كده انا خلاص جهزت الوصفة بتاعته وجهزت الكوباة. هنعمل ايه? هقوم نصف اياه علشان الكمون بتاع خشن طبعا ولازم تصف عشان ما اتدقنش وانا مش هتعرف يتاخدها برضو مرة. ينفع تقديها نص معلقة عسل نحل ابيض. تمام? على الكوباة دي. مش حب عسل مش حب حاجة يكون افضل انت تاخدها من اي حاجة. هناخدها امتى بقى بعد ما بنصفها كده ونحط عليها نص معلقة عسل ابيض. هنقوم واخدينها على ريء الصبح. كل يوم الصبح كده على الريء. هنقوم واخدين كوباة زي دي. تمام? حبا بقى ان انت تعملي بعد كده كوباة قبل النوم. تعمليها هيكون احسن وافضل برضو. ما انتش حابة كفاية عليك بس كوباة واحدة في اليوم. انما لو انت حابة تعمليها عشان يعني تنزل وزنك بسرعة ممكن تعملي كوباة زي ديت قبل النوم. تمام كده يا بنات? يبقى انا كده الوقت عملت معاكم كوبايتين اتنين. اهو. ده كده. كوباة اللي ناخدها قبل الغداء. وده كده الكوباة اللي هي هتبقى على الرئ طبعا وممكن زي ما قلت لك تعمل كوباة قبل النوم. يعني قبل النوم بساعة كده ممكن بتعمل ايه? هنيجي في العشاء بقى هنعمل ايه? انا بقولكش ما تتعشيش بقولك اتعشي واتبسطي كل حاجة اعمل ايها ودوم على الكوبية دي بالزيت. تمام? طيب هنتعش ايه بقى? احنا طبعا مش هينفعل نمن غير عشان هنبقى جعنيع. هنعمل طبق صلط حلو كده. طبق صلطة وبس. البديل بتاعه ايه? اولو مش متوفر عند الصلطة? علبة الزباد عليها عصرة اللمونة? حابة تجيب علبة علبتان. ماشى مفيش اي مشكلة. اما علبة الزبادة اما طبق الصلطة اما حت الجبنة قريش ده هيبقى كويس جدا. مالاش بقى ناكل حاجات تانية علشان مش عايزين ناكل عاش كتير مش عايزين ناكل بقى كربوهيدرات الحاجات دو كلتا. لأ. كل عاشة خفيف وبعد كده هنقعد شوية. يارات يكون العاشة من الساعة ست. هتبص تلاقي نفسك مدة عشرة ايام بس بمشيتي على الوصفات دية هتبص تلاقي نفسك ونزلت ازج من اللي اللي بقولولك كمان. يعني بقولك وزنك هينزل اربعين كيلو? لأ. لو انت دومت عن نفس اللي اللي بقولولك دوات بسم الله وماشاء الله ووزنك هينزل اكتر من الاربعين كيلو. اتمنى يا رب يكون الوصفة بتاعت عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.